كما عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدولي اجتماعا لمتابعة حصر ما تتحمله الدولة المصرية من مساهمات لرعاية ضيوفها من مختلف الدنسيات أشار رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع إلى أن اللقاء يستهدف استعراض ومتابعة ما تتحمله الدولة المصرية من مساهمات نظير رعاية ضيوفها من مختلف الدنسيات والوافدين المقيمين في مصر من الأجانب الذين تصلوا أعدادهم طبقا لبعض التقديرات الدولية إلى أكثر من 9 ملايين ضيف ولادئ يعيشون على أرض مصر من نحو 133 دولة بنسبة 50.4% ذكور و49.6% إناث ومن متوسط عمر يصل إلى 35 سنة يمثلون إجماليا 8.7% من حجم سكان مصر هذا وكلف رئيس الوزراء بتطقيق هذه الأعداد وفي الوقت نفسه حصر وتجميع ما تتحمله الدولة مقابل ما يتم تقديمه من خدمات في مختلف القطعة مشددا على ضرورة توثيق مختلف الهود الدولة لرعاية هذه الملايين